اشتركوا في القناة استراتيجية مع كل من المجلس الأعلى للمرأة وبنكسيكو ويأتي هذا البرنامج بهدف تطوير مهارات المرأة في مجال إدارة المحافظ الاستثمارية ويتولى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بي اي بي اف تنفيذ البرنامج التدريبي بصفته الشريكة المعرفية اتصممت كل وحدة من البرنامج كجلسة تفاعلية تعليمية ونقاشية تتيح الفرصة للمشاركات التواصلة مع المتخصصين في القطاع والاستفادة من الأفكار والخبرات ومن خلال برنامج قدوة الذي تطرحه الجمعية سيتم تزويد المشاركات بالتوجيهات والإرشادات المستمرة اللازمة لسقل مهارتهن وتطويرها برنامج المرأة في قطاع الاستثمار اللي اطلقناه احنا كجمعية المحلين الماليين المعتمدين في البحرين في عام 2022 بشراكة استراتيجية مع المجلس الاعلى للمرأة وكذلك مع بنك سيكو ومعهد البحرين للدراسات المصرفية كالنوليج بارتنر للبرنامج السنة اطلقنا الدورة الثانية أو النسخة الثانية من البرنامج وفخورين جدا بتعاون تمكين معانا كشركة استراتيجية لهذه الدفعة فالبرنامج هو يتكون من برامج تدريبية متقاملة اللي تركز على الصوفت سكلز وتركز على مهارات التقنية في مجال الاستثمار وكذلك تكون متقاملة مع برنامج أن يعلمهم كيف ممكن أهم يسوون محفظة استثمارية سواء كان الهدف لهم كأشخاص يعني يابون يتعلمون شون يستثمرون أو بالنسبة للي يعني عندهم اهتمام وعندهم انترست أنهم يكبرون في مجال الاستثمار يسعدنا اليوم استضافة هذا الحدث والحديث الجانبي لتقييمة جمعية المحللين الماليين المعتمدين بمشاركة من متحدثين ونخبة من الخبراء في مجال الدعم المهني لمشاركين في برنامج المرأة في إدارة الاستثمار اللي تعد بي اي بي ايف ومعها البحين الدراسات المصطفية المالية كشريك تعليمي لهذا البرنامج والآن نترككم مع سعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية أكد عدد من الخبراء والأكاديميين في تصريح خاص للنشرة الاقتصادية أهمية البحث العلمي في المواضيع المتعلقة بتمكين المرأة في قطاع الأعمال لما لها من دور بارز في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني جاء ذلك على همش مؤتمر تكافؤ الفرص الذي نظمته الجامعة الأهلية وبمشاركة جامعتين سعودية وأخرى بريطانيا الحمد لله هذه النسخة السابعة من مؤتمر تكافؤ الفرص في البحرين واللي بيأتي هذا العام في موضوع التحولات الرقمية واستدامة الأعمال وعلاقتها أيضا بتمكين المرأة البحرينية في سوق العمل هذا يعطي أكثر للمرأة البحرينية ودورها الأساسي في التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية الحادثة في مملكة البحرين يركز هذا المؤتمر على ريادة الأعمال ريادة المرأة للأعمال وأيضا موضوع الفينانشل تكنولوجي ودوره في دعم تمكين المرأة في ريادة الأعمال وفي دورها الاقتصادي المهم في توفير أو في علاقتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة والسنة هذه في زيادة في عرض البحوث اللي ركزت على البحرين وأيضا في مجموعة من البحوث اللي أدت من الدوائر الحكومية المختلفة والجامعات البحرينية اللي ركزت بشكل أساسي على التطبيقات العملية للتكنولوجيا المالية ودورها في دعم المرأة ودعم تمكين المرأة في القطاعات المختلفة من أجل زيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي الحادث وتحقيق رؤية المملكة 2030 الأهمية بمكان الذي هو إجراء البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي هذا النوع من الأبحاث يساهم بشكل كبير في تعزيز مفهوم التنوع الاقتصادي الذي تسعى مملكة البحرين إلى تحقيقه من خلال رؤيتها 2030 وكذلك في الوقت نفسه يمكن مثل هذا النوع من البحوث أن يركز على دور المرأة في تحقيق ثورة الاقتصاد الرقمي أو تحقيق الاقتصاد الرقمي وكذلك المشاركة والمساهمة في الأبحاث المتعلقة في مثل هذا الجانب مما يغني إن شاء الله تعالى ويخرج بتوصيات جيدة يمكن أن يتم استخدامها من صانعي القرار في مملكة البحرين لتعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية إن شاء الله تعالى في شهر أكتوبر القادم تسعى الجامعة الأهلية كذلك لتنظيم مؤتمر يتعلق بثورات الاقتصادية وتحديدا عصر الاقتصاد الرقمي سيتم فيه تناول كافة القضايا المتعلقة به والإشكاليات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وآلية استقطاب التكنولوجيات المخصصة للنهوض بهذا القطاع الاقتصادي المهم الذي يسهم في التنوع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر